السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي ومرحبا بكم في هذه الدورة الجديدة بعنوان سوليد عند كتبتك لتطبيق من أي نوع سواء كان هذا التطبيق تستهدد به منصة ديسكتوب أو الويب أو تستهدد به تطبيقات الهاتف المحمول يجب عليك الأقد بعين الاعتبار أن هذا التطبيق سيتم تطويره باستمرار وإضافة مميزات جديدة بين الهني والآخر وربما يكون التعديل عليه سيد الموضوع أو تغيير سلوط البرنامج والعديد من الأمور الأخرى التي تشبلك على التعامل مع الكوين باستمرار وحتى يمكن أن تكون عملية التطوير سهلة وسلسة فيجب علي الكوين أن يكون نظيفا ومكتوب بطريقة احترافية مقابل للتعديل والتطوير بدون أي مشاكل ومن هنا ستكون هذه الدورة مخصصة لنظام سبيل حيث سنتحدث عن هذا المظام بشكل مفصل ونتعرف على أهميته وأهم مبادئه ومتى يمكن استخدامها إذن أتمنى أن تضع هذه الدورة في المقام الأول لأن ما سنتناوله بها يعتبر مهم جدا جدا داما لكم البشر والفرح والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر شكرا